لميني بقى كده دخلتي اتمرنتي على ملكات الجمال عشان تدخلي المسابقة اكيد برضو في تحدي واضح ان كنتي بتحب التحدي اه جدا ايه اكتر حاجة كان فيها تحدي بالنسبالك في مسابقة ملكة الجمال ان هما طبعا عايزيني دايما معاهم كل يوم معاهم الوقت لازم اكون في المعايد بالضبط لان كل واحد بيكون ليه سكور وبيتحسب يعني انا لو رحت متأخر في مرة يناقصوا يناقصوا فانا بقى كنت يعني مع تأذيب وتأذيب بالضبط وانا كان عندي برضو في التمرين بتاعي نس ايجبت ايه انا بتمرن في نادي الجيش ونادي الجيش برضو كده يعني اي حاجة بموعيد لازم اكون موجودة كنت برضو بعمل معيشة مع الجيش السعقة ومزلاط كنت عامل تلاتة مع بعض فبالنسبالي كانت سعقة ومزلاط اه لا ده انت بتدهيشيني مع كل جملة جديدة طبعا موضوع ملكة الجمال ده برضو عايز فتنس بزرط هو كان فيه مسابقة لميس فتنس جوه الملكات الجمال اه هي فيه كذا مسابقة جوه قبل الفاينل جتأولها ميس فتنس وانا كسبت الساكند برنسيس بعد كده فيه بقى ميس إليجنت وميس تالن واخر حاجة خالص الفاينل الفاينل ميس فتنس بقى بيمتحنكوا في ايه يعني في الرياضات اه بنضرب على حاجات معينة كان فيه منها مثلا بوكس يعني حاجات معينة حالكوتش بيدربنا عليها بوكسين كمان اه كل حاجة وفي الاخر بنعمل مسابقة وحد قاعد بيحدد كل واحد نشكور بتاعه وواحد بياخد الاول والتاني والتالت طيب ما هو أنا بقى عايزة أتنوع في الرياضات ما بين الفتنس وما بين الرماية الاول يعني اللي في النوص دي الكبيرة دي الولد كوب ايون اه كلميني كانت ظروفها ايه وكان مين اكتر حدم يعني بنفسك على الميدالية دي هي دي كانت ظروفها بالنسبة لي مختلفة تماما لان انا كنت برا مصر ساعتها وكنت بتمرن برا مصر الوحدي وما كانش معايا سلاح كمان فكنت بتمرن بشمسية بتمرني ايه بشمسية ازاي يعني يعني ما كانش ينفع سافر بالسلاح بتاعي طبعا فأنا هناك ما عندي سلاح والأماكن التدريب ما بيدوكيش سلاح ولو مؤقت للتدريب يعني نشان هيبقى ازاي يعني الرماية أنا كنت بتمرن منتل كله في عقلي بس بمخك بس بالضبط اللعبة بتاعتي فيها جاري ورماية مع بعض انا بجري 1200 متر فكنت بتضرب فيتنس هناك وفي نفس الوقت مش هينفع سيبقى رماية فكنت بقى جايبة شمسية عمليها بندقية قعدت ازبطها وعملها شكل بندقية واقنعت نفسي خلاص عليها طول الفترة الشهور قبل البطولة وتعرفي ازاي ازاي كنت حققت الهدف بتاعي انا بقى بتخيل جوة مخي ان ده الهدف وانا انا اصبت الهدف يعني عشرة دي اللي هو ان انا بضرب كويس جدا وبدي نفسي كلام ايجابي ان دربي حلو جدا ويعني ماشي كده طول الشهور مين اللي علمك الطريقة دي الكابتن بتاعي اللي في مصر هو اللي تقدري انا هو كان يتابع معايا وانتي يعني برا ما اتمرنتيش في مكان تدريبي يعني انتي بس مارا لوحدي طبعا يعني الكابتن ده عايزة ارفع له للقبعة انه هو علمك هل الطريقة دي تنفع في حاجات تانية كمان يعني بتمرسيها في حياتك في حاجات تانية بقى ولا في رياضة بس اللي هو اقناع الذات وانك انتي لا ده انا جايبة الهدف الفلاني او طبعا هو انا شايفة ان الطريقة دي لازم نمشيها في حياتنا كلنا ان انا لو حاجة عم مش معايا وانا عم احتاجاها وعايزاها لازم قاعد اقول ان الحاجة دي هتجيلي انا هاخدها اعتبر الحاجة دي بتاعتي وفعلا هتجيلي ان هو عقلنا لو انا اقناعته بحاجة ايوه بس ده هتجيلي في تدريب في تدريب وفي الهدف اللي انتي بتنشيني عليه وفي زبط جسمك وفي وزن البندقية ما انا كنت بقى بشيل بشيل اوزان على السن دي سلاح بتاعي انا نزلت قبل البطولة بخمس ايام بس يعني عشان كمان الطريقة فاطيتني كذا مرة ما شاء الله عليك يلا هو اكبر عليك حمد لله بس كان المنافس ليه افتر بالات كتا المانيا هي اللي اخدت الجولد هي اللي اخدت يعني محزينة انت اوه ده انت ما اتمرنتيش ما شاء الله عليك ايه التارجت بقى بتاعك يعني احنا عملنا